في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية وتوعية النش استقبل معالي الشيخ شام عبد الرحمن الخليفة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان معا سعادة الشيخ سلمان بن محمد بن عبد الله الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني وتم خلال اللقاء استعراض منهج معا للأمن السبراني الذي تم إعداده من قبل إخصائي المناهج في برنامج معا والتدقيف بالمركز الوطني للأمن السبراني حيث يعد هذا المنهج هو الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين وسيتم اعتماده ضمن آلية تطبيق منهج برنامج معا التوعوي في مدارس مملكة البحرين ويهدف المنهج إلى تعريف الطلبة بمفاهيم الأمن السبراني ومدى تأثيره على سلكياتهم وقراراتهم ووقاية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للأجهزة الرقمية والألعاب الإلكترونية أعلنت وزارة العمل